موسيقى السلام عليكم ليتني بقيت تحت القصف والبراميل المتفجرة في سوريا ولم آتي إلى السويد بكلمات بسيطة ولكنها مركبة من ألم ومعاناة عبر أبو سوري عن حاله بعد انتزاع خمسة من أطفاله من قبل مؤسسة الشؤون المجتمعية السويدية أو ما يعرف بالسوسيال الأبو السوري هو حلقة ضمن سلسلة طويلة من عائلات عربية ومسلمة فقدت أطفالها بالطريقة نفسها ظاهرة سحب الأطفال من ذويهم ضمن قانون خاص سويدي يتيح لمؤسسة الشؤون المجتمعية هذه الممارسة في حال تأكدت المؤسسة من تعرض الطفل لأذى نفسيا أو جسديا أو وجود حالة إدمان على المخدرات في البيت وبغض النظر عن غياب تحديد طبيعة ودرجة الأذى النفسي والجسدي المنصوص عليه في القانون وهو ما يجعله فضفاضا وخاضعا لتفسير الموظف المكلف بملف الطفل أو العائلة بغض النظر عن ذلك وبالرغم من أن عددا من العائلات السويدية الأصل واجهت مصيرا مشابها فإن جل من فقدوا أولادهم هم من المهاجرين العرب والمسلمين في حلقة اليوم من حديث العرب نبحث هذا الملف وفق محاور ثلاثة السياق العام الذي ينفذ فيه القانون المتعلق بحماية الأطفال وآليات تفسير نصوصه والآثار المترتبة على استمرار هذه الظاهرة ومن ثم الحلول الممكنة لحل هذه القضية ومدى فعالية الحملات الشعبية في هذا الشأن أهلا بكم قصص مأساوية ترويها بعض عائلات المهاجرين في السويد لسيما العرب منهم والمسلمون إدارة الخدمات الاجتماعية تنتزع الأطفال من أحضان أمهاتهم بزعم تعرضهم للتعنيف اللفظي أو العنف العائلي مزاعم تنفيها العائلات في كثير من الأحيان إلا أن إدارة السوسيال السويدية لا تلتفت لذلك مستندة إلى قانون صدر سنة 1990 يمنح الإدارة صلاحية انتزاع الأطفال بالقوة من منازلهم أو من المدارس دون علم أهلهم بل ودون إذن قضائي وتتجاهل السلطات السويدية الآثار السلبية المترتبة على ذلك إذ قد يتعرض الأطفال المنتزعون من أسرهم لمشكلات نفسية واجتماعية من جراء فقدانهم للأمان والاستقرار الأسري نهيك عن مخاطر تنشئة الأطفال في بيئة ثقافية ودينية مختلفة عن بيئة عائلاتهم الأصلية كما قد تتدهور صحتهم العقلية والعاطفية لسيما أن هناك شهادات من أطفال عادوا من السوسيال بعد وصولهم سن البلوغ تفيد بتعرضهم للتعنيف والضرب من جانب الأسر البديلة التي أودعتهما سلطات لديها ما يكذب مزاعم سعي السلطات لحمايتهم العنصرية والفساد عاملان آخران يتحكمان إلى حد بعيد في إجراءات السلطات السويدية فيما يخص أطفال اللاجئين العرب والمسلمين فبحسب التقارير الحقوقية فإن هناك استهدافا للعائلات المسلمة بصورة أكثر كما أن هناك موظفين يختارون الأسر البديلة للأطفال مقابل مبالغ مالية غير قانونية تدفعها تلك الأسر التي تتلقى بدورها مبالغ تصل إلى ما يعادل ألفي دولار شهريا عن الطفل الذي تستضيفه من جانبها تحاول عائلات اللاجئين المتضررة والنشطون الحقوقيون تنظيم حملات ضغط متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل وقف هذه الانتهاكات أملين أن تثمر تلك الجهود عن تعديل في القانون السويدي يقر باختلاف الثقافات ويحترم قيمة العائلة وأهميتها لدى اللاجئين من العربي والمسلمين للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور حسام سعد أستاذ علم الاجتماع وعبر زوم من العاصم المصري القاهرة الأستاذ زينب لطيف الناشطة الحقوقية السويدية وعضو في منظمة أطفالنا العضو في منظمة أطفالنا أهلا بكم ضيفينا الكريمين نبدأ في القاهرة أنت تقيمين في القاهرة أستاذ زينب لكنك ناشطة حقوقية سويدية ولك باع في هذا الموضوع أسألك بصفتك ناشطة حقوقية هل ما يحصل من انتزاع أو سحب أو كما يحل لبعض العرب تسميته خطف الأولاد من ذويهم في السويد هل يتم وفق سياق قانوني صرف أم ثم تجاوزات في هذا السياق أهلا فيك أكيد أنا بشد على أنه في اختراقات بالقانون والقانون هذا يعني لما يطبق لما بدنا نيجي نحن بكل القوانين حتى الموجودة بالسويد أو القوانين اللي ماضيين عليها كلاياتنا حقوق إنسان الدولية بأوروبا وحق الطفل فهو آخر مرحلة هي صحب الطفل انتزاعه من أهله مثل ما بنقول فلازم تكون مطبق هذه القوانين لتقدر تفوت تسحب الطفل وهي فعلا آخر مرحلة لو حتى مثل ما بيصير في إدعاءات أنه فيه عنف أو فيه ضرب أو فيه تهديد أو فيه الأسباب اللي عم يدعوها فلازم يصير فيه تأهيل فيه دورات للأهالي ومنحاول نحن نصلح العائلة ونعلم هالأهالي كيف تسحب الدرب لكن تحدثت عن وجود اختراق وقلت إنك تشددين على ذلك هل لا وضحت لنا مظاهر وصور هذا الاختراق للقانون طبعا هو فيه كتير يعني كتير روابط عم تخترق بالقانون أول قبل ما تطبق صحة اللي منسميه أنه وضع الـ LVE على الطفل يعني السحب القصري هيدا فيه قبله بمرحلة فيه شيء اسمه سول يعني هيدا هون لازم يطبق بتجيب الأهل بتقلهم فيه نحنا عنا قلق إنه الطفل عم بيتعرض لعنف أو عم بيتعرض لعنف نفسه ولا شو الأسباب اللي هي موجودة ونحنا حابين نحقق بهالموضوع بفترة هيدا التحقيق نحنا غير شاعرين إنه الأطفال بأمان هل فينا نوضع عند أحد من العائلة أو من الأصدقاء أو من الجيران هيدا أول خطوة بس للأسف هون بحب شد على نقطة كتير مهمة خطوة السول لا تطبق بالزيت مع المهاجرين وبالزيت بدي شد مع العوائل المسلمة لأفكار المسبقة اللي موجودة يعني من اتجاه هيدون الموظفين لا يتخذوا هيدا الخطوة قبل السحب يأخذوا خطوة السحب بشكل فوري يعني هون عم بيصير فيه يعني لماذا تفترضين بأن القانون هذا الذي يطبق على كل السويديين ينبغي أن يكون هناك نوع من المراعاة لمن هاجروا من بلاد عربية أو مسلمة وقد عرفت سابقا أن السويد تطبق القانون جملة وتفصيلا على الجميع دون متميز للأسف هون يعني القانون لا عم بيطبق على الكل بنفس الطريقة لا لأنه نحنا كل ياتنا يعني اللي فيتين كناشطين حتى محاميين سويديين عم بيطلعوا وعم بيقروا بأنه التحقيقات من عبر السوسيال غير آمنة حتى ما عم بيكون فيه أي إثباتات لما عم بيضعوا على العوائل المسلمة أنه هن عندهم أفكار شرف وضغطات شرف فقط بس لأنه الأم محجبة أو هن من عائلة مسلمة ما فيك أنت تجي تكب اتهامات والعوائل عم تعمل مستحيل تتأثبت أنه هن منن هيدا الشيء رغم كل هيدا الشيء عم بيضل هيدا الشيء موجود بالتحقيقات المسلمة دعيني أحاولك عفوا أستاذ زينب قبل أن أعود إلى الاستوديو يعني أنت تقولين بأن هناك خروقات وبأن خضوع تحت قانون العرف المجتمعي وهو قانون الشرف يعني بين العائلات العربية والمسلمة بما تفسرين حصول مثل هذه الحالات في بعض العائلات العربية والمسلمة وعدم حصولها في عائلات كثيرة هناك مليون مسلم وعربي في السويد نسمع عن حالات محدودة نسبيا إذا ما قرنت بهذه الأعداد الغفيرة الموجودة في السويد عفوا ما فهمت عليك أن تسمعوا بعدد يعني أقصد بأن هناك ضغط على العائلات العربية والمسلمة بسبب وجود الحجاب بسبب نمط الثقافي الذي ينشأوا ويترعرعوا عليه الطفل العربي والمسلم طيب بما تفسرين إذن أن هناك الآلاف من العائلات الأخرى التي لم يمسوا هذا الأذى ما يقول لك أنه لا يمكن أن تصل إلى تلاغ القلع حسب من أين يأتي؟ ممكن أن يكون كايدة وممكن أن يكون سرية ممكن أن يكون من المدرسة ومن حكيم السنان أنا دائماً أقول بشكل أكثر أن كل واحد لو كانت موظفين الذين يتبقوا هذه التحقيقات لو خضعوا تحت إيدان تحقيق سنجد كثير حجج لنسحب الأطفال لأنه لا يوجد الأهالي المثاليين الذين نتحدث عني أن هذه محامية سويدية موجودة في السويد وحكيتها بأحدى المحاكم ونزلت كما قال بالجرائد السويدية أنه حتى نحن ليس الأهالي المثاليين المثاليين الذين نعرف كل شيء نحن نشوفه أحسن شيء للطفل مثل ما هن بس بيمشوا أنه هن بقيموا على هو أحسن شيء للطفل بس هن عم بيصير فيه اختراقات كمان في عندك الاختراق رابط 8 بالحقوق الإنسان أنه كل عائلة وطفل إلهم حق باحترام العائلة تبعولهم طيب فهذا كمان يخترق ربما هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل سأعود إليك بعد قليل ولكن هنا في الستوديو دكتور حسام هذا السلوك الذي تمارسه مؤسسة الشؤون المجتمعية في السويد هو أبرز حق يمكن أن يفسر من خلاله حق الاجتماع الإنساني وأنت متخصص في هذا السياق في سياق الاجتماع الإنساني كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة انتزاع أطفال جاءوا من بيئة وثقافة مختلفة انتزاعهم من ذويهم وحرمانهم منهم ربما تكونوا إلى الأبد أحياناً صحيح الحقيقة أنا لن أدخل في قضايا تحدثت عن الأستاذ زينب رح أن نقول الموضوع لمستوى آخر السويد أساساً حسب معرفتي القانون تم تفعله بأوائل الثمانينات من القانون العشرين سنة في السبعينيات وفوع إلى 82 وكان يستهدف أساساً الأسر السويدية بسبب وجود التلف الزائد أعتقد كان هناك سلوكيات يعني إلى حد ما غير مقبولة الأهالي تعاطي المخدرات بعض التجاوزات الجنسية ولا آخر ما ما هناك هذه قيم مجتمع سويدي لكن عندما تسبغ على قيم معنى العائلة عند العائلات المهاجرة سواء كانت عربية أو أفريقية أو مسلمة أو حتى من ديانات أرضية هذا الأمر أعتقد رح يعمل كونفلكت بين السوسيال والأهالي النقطة الرئيسية صراع تقصد طبعا صراع كونفلكت صراع النقطة الرئيسية التي أنا أشدد عليها هي أوروبا في مرحلة الحداثة حقيقة قد يكون الأمر أكثر يعني حديث أوسع لكن هو النسق العام وجود الدولة ككيان متجسد هو قادر أساسا على رعاية جميع الأبناء هذا كان هدفه بالبداية وتحديدا بالثلاثينات يعني بالقرن الماضي هدفه إلغاء دول الأسرة واعتماد الأفراد جميعا على الدولة كسلطة مقدسة وأساسية وصية تماما وهذا حتى نجده في تنظرات هيكل ونيتشي والأخرين فلاسفة الألمانية تماما وللمناسبة مثلا غياب العائلة وارتباطها بالدولة وأعتقد أنا سمعت من فترة قيل لأحد المهاجرين أنه السويد هي أبوك وأمك لا يوجد لك يعني من يسلم لك بالنهاية هو السويد من يعطيك الوظائف والرعاية السويد الأب والأم مجرد يعني أشخاص كما لو أني أفهم من كلامك دكتور حسام كما لو أنك تتحدث عن طغيان دور الدولة تغيان دور الدولة وقصيتها وهي إحدى مشاكل أساساً هي إحدى مشاكل السياسة والفلسفة الأوروبية بمرحل من مرحل وهي إحدى المسائل التي أسست للمناسبة لصعود النازية والفاشية الكثير من يعني الباحثين أو الكتاب والمفكرين أعادوا أعادوا ظهور الأفكار الراديكالية في أوروبا تحديداً وقتها في ألمانيا بغياب دور الأسرة لما تغيب دور الأسرة وتعود للدولة تغيب القدوة اللي هو موجود أساساً في الأب أو الأم الطفل والشاب يبحث عن قدوة أخرى يراها بمن بشخصية يعني قد تكون راديكالية قد تكون فنية وقد تكون فاشية ولها السبب مثلاً كان اعتماد هتلر قوي جداً على شريحة الفتيان والشباب كما فعل الموسوليني في إيطاليا بذلك الصيغة هناك نسق أوروبا عموماً يحاول إلغاء دور الأسرة وقيمة العائلة هذا الأمر منوط فيهن وهم حرين لكن يجب مراعاة الأنماط الأخرى الموجودة في لماذا؟ إذا ما كان العرب والمسلمون هم الذين يختارون طواعية الذهاب إلى أراضهم لماذا عليهم أن يلاحظون لا يختارون طواعية من قال لك أن العرب يختارون طواعية بحكم الحر نحن للأسف أنا بقول هذه نقطة كنت سأذكرها لاحقاً لكن سبقتني إليها الأنظمة القمعية اللي نحن عشنا في ظل أجبرتنا إلى الذهاب إلى الدول الأوروبية نحن بلادنا نستطيع يعني كنا أن نضع عنصاق وأنماط من التربية وتتطور في حال عدم وجود أنظمة سياسية عسكرية وليكتراتورية نعم أجبرت يعني السوريين بإرادتهم ذهبوا الفلسطينيين العراقيين المصريين بإرادتهم طبعاً لا كان هناك طوق نجاة يعني قصدت إنما لما على الدولة أن تراعي العرب والمسلمين ولا تراعي الأفارق أو الصينيين لما على الدولة أن تراعي لأنها تطرح مبادئ أنها دولة دموقراطية وتؤمن بحرية الألماط والإثنيات المختلفة لماذا إسباغ هذا النمط السويدي على جميع أن تكون دولة دموقراطية هل هذا يعني نفي مسؤوليتها عن صوغ المجتمع وفق رؤيتها طبعاً طبعاً لأن هناك قيمة خاصة لدي أنا كعربي أو كمسلم نعم أو كأفريقي نعم لدي قيمة خاصة كأفريقي بالقبيلة كمسلم بالعائلة إذا يعني لم يتم مراعاة خصوصيتي أنا كثقافة خاصة وافدة وموجودة هذا بأدي لأس يعني نقطة مهمة هذا بأدي لتوحيد مواصفات قياسية لجميع العائلات والبشر وهذا أيضاً بينفي وهذا منهج عالم طبعاً وهذا المطلوب وبينفي أيضاً التعدد وبينفي الإختلاط وبينفي تلاقح التجارب اللي ممكن يعني حتى تغير في نمط الزهنية والثقافة السويدية أو الأوروبية أو بالدول الحاضنة المهاجرية ذكرت نقطة مهمة قضية التنميط التي يشعر بأن هناك جهات خفية عالمية تنمط المجتمع الإنساني بأسره لكن أعود مرة أخرى إلى القاهرة أستاذ زينب في القانون بحسب ما ورد في نص القانون الذي تعمل بمجبه مؤسسة الخدمات أو الشؤون المجتمعية السويدية أن يحق لهذه المؤسسة أن تسحب الأطفال إذا ما تعرضوا لأذى نفسي أو جسدي أو وجود حالة إدمان على المخدرات في البيت لكن الملاحظ أن هذا نص عام فضفاض ليس هناك تحديد لطبيعية وآلية أو درجة هذا الأذى النفسي أو الجسدي أسألك هنا عن من الذي يفسر هذا الأذى؟ من الذي يحدده في هذه الحال؟ مضبوط كلامك اللي عم تحكيه ومين اللي بيفسره؟ هن الموظفين الموظفين السوسيال يعني متلهم نسميه السوسيال اللي بيكمشوا هيدا القضية هيدا التحقيق فهن بيفسره ننتبه هون لنقطة كتير مهمة بكفة يكون فيه قلق فقط ما فيه أنه شي ملموس أو شي مسبوط أنه الطفل عم بيتعرض لعنف أو لإهمال بكفة يكون عند السوسيال قلق أنه هيدا الطفل يتعرض لشي هني شايفينه أزاه هيدا القلق كافة أنه يفوتوا يسحبوا هني هيدا الطفل ألا يوجد رقابة يعني أستاذة زينب ألا يوجد رقابة على هذا الموظف الذي ربما يكون عنصريا ربما يكون يمينيا ربما يكون يعاني من إعاقة نفسية مثلا هذا قد يحصل في النفس الإنسانية ألا يوجد رقابة في السويد على الموظفين الذين هم يحددون ويكتبون تقاريرهم بشأن هذه الحالة أو تلك في دائرة حكومية اللي هي اسمها الإيفو وهي هيدا بال2001 أسسوها لمراقبة السوسيال والحوائل الحاضنة والمراكز الرعاية طبعا الإيفو ما عنده صلاحيات يلغي قرار سوسيال أو محكمة بس فيه يفوت يلاقي الأخطاء ويعقب فقط يعني أنه يعطي تحقيب أنه هون أنت أخطأته أو كذا بس ما عنده هالصلاحيات اللي بيقدر يغير أي شيء يعني بدنا ننتبه همين اللي موظف بهيدا الدائرة اللي هي على السوسيال فهن دايما لازم يكون عندك أقل شيء خمس سنين خبرة كموظف السوسيال يعني بتكون أنت قاعد بالسوسيال بدك يكون عندك خمس سنين خبرة بعدها بتصير محقق بهيدا الدائرة يعني أنت بدك تصير رقيب على زملائك والشغل اللي أنت بحالك عم بتنفذه يعني هيدا حتى يعني مش عادل ما حيكون ما حتكون لجنة إنه عادل متل ما بنحكي هون أو حتى فعالة التقارير عم تطلع من الإيفو طلعت من التقارير الإيفو 67% من القرارات السحب والتحقيقات من قبل السوسيال خاطئة عم بتكون خاطئة عم بتكون على أسباب واهية فقط 2% اللي بيقدروا يربحوا بالمحاكم يعني الإيفو عم بيضلوا يطلع تعقبات وتقارير وهيدا بس مش قادرين يفعلوا شيء يعني ما بيضلوا يغيروا مع أي شيء طيب دكتور حسام بغض النظر عن القانون ذاته وقد ناقشنا تفاصيله مع الأستاذ زينب لكن عندما يعني يسحى بالطفل من أهله قصرا ودون إختار أهله كما في بعض بنود هذا القانون أي فائدة مجتمعية يمكن أن تجنيها الدولة من هذا السلوك الذي يسبب التوتر وربما التصادم كما ذكرت في مستهل الحلقة مع الأسر يعني ما الفكرة التي تريد الدولة تحقيقها لا هي لا تريد فائدة وتريد تكريس الدولة ككيان متعالي يتم الانتماء من جميع الأفراد إليه أنا أزيد على كلام الأستاذ زينب طبعا وأنا متابع يعني لكثير من البرامج الخاصة التي ظهرت بها هناك أيضا وأعتقد إذا توافقني في الموضوع هناك نوع أصبح نوع من البزنس أيضا كلما منظمة استطاعت أن تجذب مثلا في السنين الماضية أعتقد كان 27 ألف طفل ونيف يعني تستطيع أن تأتي بتمويل أكبر عام 2020 27 ألف و300 طفل أنا أعتقد أن العملية هي عملية بزنس أحيانا قد تكون أو تعاطي وفساد مالي أو تعاطي مع بعض العائلات الأحداث التي سمعنا عنها الاقتصابات التحرش إلى آخر ما هناك الهدف إذن ليس مسألة إصلاح لو كانت المسألة مسألة إصلاح سوسيولوجيا سأتحدث لو أنا صاحب السوسيال وأريد الإصلاح لأي عائلة يجب علي أن أقوم ببرامج أهلية وأفهم طبيعة الثقافة وأفهم أساسا ماذا يعني العنف بالنسبة لهذه العائلة وماذا لا يعنيه السويد بالتأكيد ليست العراق أو سوريا نمط العائلة العراقية والمصرية والفلسطينية ليست هي نمط العائلة السويدية يجب أن يكون هناك تأهيل ومسألة السحب أساساً هاي أعتقد كارثة كبيرة جداً يمكن أن يفرز لمجموعة عوائل مشرف اجتماعي دائماً يتابع لماذا الخروج ينتقلون إلى أب وأم جدد هل يعني في أسوأ الحالات هو أسوأ ممن بقوا مع الأهالي طفاً للسؤال الذي أسكرتني أنا نسيته سألتك وقد أجبتني عنه أن الدولة تريد أن تسيد فكرة هذا النسق الرئيس مالي في طبعته الإسكندنافية حقيقة يعني نحن في نسق رئيس مالي متعدد أوروبا يعني فرنسا أمريكا أمريكا مختلفة الإسكندنافية هناك نمط مختلف تماماً فيه إلغاء يعني لكل قيمة لا ترتبط بسيستم الدولة الرئيسية ذكرت نقطة مهمة يعني كان ينبغي أن أذهب إلى الفاصل لكن قبل ذلك أريد تعليقاً من الأستاذة زينب ذكر فرضية وجود مافيا أو بيزنس أو اقتصاد نعم أريد أن أسألك عن هذا الموضوع خصوصاً وأن بعد التقارير ذكرت بأن يمكن للأسرة السويدية التي تتبنى طفلاً عربياً سورياً مصرياً عراقياً أو مسلماً ألبانياً كان أو أفغانياً أياً يكن يمكن أن تصل إلى تتقاضى مبالغ شهرية عن كل طفل قد تصل إلى سبعة ألاف دولار ما مدى صحة هذه الأرقام وما مدى صحة فرضية وجود اقتصاد اقتصاد أو بيزنس في هذه القضية مزبوط هذا الحكي وهي دي كمان نبغة يعني طلعت بالصحف السويدية والتقارير السويدية والتلفزيونات السويدية ونشرت بالمراكز الرعاية اللي عم تعمل ملايين المرابح في السنة عن عوائل حاضنة يعني بيكون الموظفين السوسيال أهليهم إخواتهم هم عائلات حاضنة في وضع الأطفال عندهم بتعمل مجالات شغل أكتر عن موظفين السوسيال عندهم أصدقاءهم مرتفين معهم الأطفال اللي بتنوضع عندهم بياخدوا كمان نسبة بالشهر وقيفوا بحفظاته يعني طلعوا حكي بهيدا اللي بيسموه الفساد اللي موجود ما فينا نهرب منه وحتى إحدى السياسيين اللي قاعد بالبرلمان كتبوا الصحف عنه بتير جاني مانو إنه انت صرت مليونير على حساب هايدي الأطفال فإنه نقول إنه ما في بيزنس في بيزنس فيها المبالغ في مبالغ وحتى مراكز الرعاية المبالغ تبتدأ لكن أستاذ زينب من الطبيعي أن يسأل السائل عندما تقولين أن هناك بيزنس وأن بعض الشخصيات وصلت إلى درجة المليونيرية بسبب هذه القضايا من الطبيعي أن يسأل المرء في بلد ديمقراطي أين وسائل الإعلام أين الرأي العام في مثل هذه القضايا باختصار من فضلك للأسف يعني أنا كمان بتساعل نفس السؤال عبتنزل هايدي التقارير بشكل دائم بالذات بعد ما بلشنا نطلع حتى كمان كتير حتى الصحافة اللي سويدية عم تحكي عالقتراقات اللي عم بتصير عالفساد اللي عم بتصير بس هايدي هو اللي كمان نحنا عم نسأله وين الحكومة ليش ما في تغيير ليش ما في أي فهون برجع بقول أنا السياسيين هني كمان اللي موجير دين قاعدين لا تنسى أنه هني يملكوا كتير من هالأسهم بهيدول المراكز الرعاية الموجودين الخاصة اللي عم تعمل ملايين المرابح وبس حضيف تفصيل بسيط مثل ما الصحيف السويدية كتبت كل رابع كرون بيطلع هو يروح ضريب للدولة كل رابع كرون عم بتطلعوا المراكز هايدي عم بروح ضريب للدولة يعني ثلاثة والرابع يذهب ضريبة إلى هذه المراكز تقصدين أشكركي سنعود بعد قليل نواصل حديثنا ومشاهدين الكرام بعد فاصل قصير هنا بوتقة الحضارة ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات مجمّة الآن أصبحت سبعة آلاف سنة ترجمة نانسي قنقر حديثي عن سحب الأطفال في السويد من ذويهم سريعا مرة أخرى مع الأستاذة زينب هذه الظاهرة كيف تؤثر على تعايش العرب والمسلمين مع المجتمع السويدي أولا وعلى نمط الهجرة من بلاد العرب والمسلمين إلى السويد؟ طبعا هايدي عم بتأثر بتأثر كتير يعني أنت اليوم لما بتكون مهدد أنه بيسحب أطفالك لسبب أنه عم بتحاول تربيع على مثلا عاداتك دينك يعني الإشياء اللي نحنا كل واحد مثلا بده وهيدا بحب أقول أنه قانون حق الطفل يقول أنه كل طفل له حق الاحتفاظ بعاداته ولغته ودينه وبهويته يعني فلما أكيد هيدا عم بيأثر كتير كتير عوائل هاجرت تركة السويد حتى يعني كان من هيدون العوائل وحتى عوائل السويدية كمان قدموا لجوء ببلاد ثانية وطبعا الواحد عم بيشوفه عم بيقرأ أنه حتى المهاجرين يعني ما عم بتفضل أنه هل يمكن أستاذة زينب هل يمكن الحديث عن هجرة عكسية من السويد إلى خارجها؟ أكيد فيه كتير كتير فيه هجرة كتير عكسية من السويد فلها السبب كمان هلأ الحكومة السويدية عم بتدق باب بابه عم بتعمل جرده عم بتقلك لأنه نحنا لحد بداية السنة من هيدك السنة يعني عم بيقول لك فيه عندنا بين الخمسين ومئة ألف الأرقام ما عم بلقوها مظبوطة مين هاجر ومين ترك ومين ما بدا العنوانه فطبعا هجرة عكسية بيحكي وبشوفه أنا حتزيد كمان طبقوا قانون الشرف من بالألفان واثنين وعشرين بواحد سبعة وقانون الشرف كان عليه كتير تعقبات من المحاميين واللجنة المحاميين ورفضوا للحكومة قالوا له قانون الشرف هون نحنا بنرفضه لسبب أنه حتقاضي بس فئة معينة من دين معين طبعا وهو معروف مين هالفئة ومين هالدين المعين وهو هيدا هيكون ما فينا نحنا يعني حتى المحاكم طلعت قالت نحنا ما رح نقدر نحكم بهيدا القانون السويد الأصل متل ما حنحكم فئة معينة وقانون الشرف يطبق يعني على الأطفال من 12 سنة وفوق ممنوع الأهل تختار له أصدقاء أو تقول له لأ أو تمنعه على وسائل تشاط أو تمنعه من الطلعة فهالأسباب هيدا ممكن تاخد حبس الأم والأهل والأقارب من سنة لحد الأربع سنين فكان قانون الشرف كمان كتير قاسي هناك على المهاجرين وبالذات المسلمين بحب أقول قانون الشرف كتير قاسي علينا نحنا طيب دكتور حسام الآن العائلات العربية والمسلمة في السويد بين نارين حقيقة إما توجيه أولادهم أو أطفالهم وفق مقتدى ثقافتهم وموروثاتهم للحفاظ على أخلاقهم وسجاياهم وتصوراتهم للحياة وهذا يعرضهم لسحب أطفالهم أو النار الثانية أن يتركوهم كما هم وهذا يعني يؤدي بهم إلى التغريب والانفصال عن الهوية وعن الذات المجتمعية أي تأثير نفسيا ومجتمعي لهذه الثنائية على العرب والمسلمين المقيمين في السويد يعني بداية كان الله في عونهم أولا لأن أنماط التربية عموما وكل المناظرين التربية توصلوا إلى نقطة رئيسية وجوهرية أنه لا يوجد نمط مثالي ودقيق وصحيح للتربية إذا توصلنا إلى نمط مثالي ومعياري أعتقد البشرية انتهت هذا ما تفعل السويد أنا أعتقد أن السويد اللي عم تعمله حاليا هو توحيد معيار أساسي لازم الكل يدخل من إطاره الأمر أعتقد أبعد من هيك على أثار نفسية طبعا نحن الأطفال اللي عم يتخذوا من أهلية ونحن نروحوا عالات تانية في انفصال أساسا يعني كما لو أنه عفوا دكتور حسام كما لو أنه يعني الحكومة السودية تريد أن تعالج الآثار النفسية للطفل لواحد من الأطفال ثم بعد ذلك يترتب على ذلك وجود حالة نفسية لعائلة بأكملها تحتاج إلى علاج ربما طبعا طبعا حتى يعني حتى في تقارير أعتقد مبارفة صحيح الأستاذي زينب في تقارير أنه في معظم يعني نسبة 70 أو 80% من الأطفال اللي دينا أخذوا حتى سويديين سابقا من 2012 وكذا معظم يعني سجنوا أو قتلوا أو دخلوا في المخدرات أو انحرفوا يعني بالضبط لأنه يعني العائلة البديلة لا تقدم رقابة أو لا تقدم على الأقل الاهتمام المطلوب مثل العائلة الأساسية أنا ما أخشى يعني ليست أخشى يعني ولكن ما أتوقع هذا الصراع المستمر سيخلق حركات يعني أعتقد الراديكالية من قبل المهاجرين وهذا سيدخل السويد أو أي دولة أخرى في موضوع الصراعات ترد دائما لقضايا دينية مثلا مثلا أحدى الاعتراضات التي كانت على موضوع وجود الاعتصامات بأنه هذه الاعتراضات مثلا مدعومة من تنظيمات إسلامية ومن داعش التهمة جاهزة يعني التنمية والتهمة جاهزة الإسلاموفوبيا المسلمين هناك تخوف من حركات أو تفجيرات أو لآخر بس قد تكون النقطة التي تتحدث عنها وهي يعني المستقبل الذي ينتظر هؤلاء ربما أتحدث معك عنه بعد قليل لكن لو أذنت لي حتى لا نخفز على هذه القضية أذهب مرة أخرى إلى زينب لأسألها هذه الظاهرة كيف ظاهرة سحب الأولاد بشكل كبير يعني معدل سنوي 25 ألف حالة سنويا تقريبا بحسب إحصاءات السوسيال طبعا كيف تنعكس على النقاشات السياسية داخل النخبة السياسية في سويد أولا وإلى أي مدى برأيك شكلت وعيا لدى المسلمين والعرب في السويد حيال هذه القضية بالذات هلا طبعا من جديد صرنا عم نشوف سياسيين فعالين يعني بلشوا يحكوا عم بيحكوا بها القضية وعم بيقولوا إنه هيدا هيدا سلبة وما بيصير السحب ولازم نشتغل على العائلة ولازم 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 لكن طبعا محتاجين بعض محتاجين ضغط أكتر من هيك لأنه عندك اليمين المتطرف بيطلع بيقولك لأ بدنا نسحب وبالذات العوائل اللي منسميهم يعني المهاجرين مثلا مثل هلا عم بيشددوا بالقوانين إنه نعمل اختبار لغة بثلاث سنين إذا ما شفنا عم بيحكي سويدي بدنا نجبر الأهل ما تفاعلوا معنا يتم سحب الطفل حتى إذا هو ما عم بيتكلم اللغة السويدية بطلاقة يعني هون شايف أنت بيشدوا من مال وفيه مال تاني عم بيحاول لا يوقف هيدا الشي يعني بعد شايفي أنا عم محتاجين بعد وقت بس محتاجين كمان ضغط كتير كمان من كل المنظمات من كل الدول يعني لأنه فيه حقوق إنسان وفيه حق طفل والشي اللي عم بيصير اليوم عم بيصير اختراقات لكل هيد القوانين وبرجع بشد عنا إن كنا مسلمين ولا مسيحيين ولا من وين ما الواحد الفعل اللي كان منا فأنتوا ماضين على القوانين الدولية اللي بتقول إنه كل طفل إله حق باحتفاظ بهويته بإسمه بلغته بعاداته وبدينه فهون أنتوا النزل اللي عم تعملوه يعني حتى فيه حال بحب أنا طلعها هون يعني رجل من عيلة مسيحية وضعوا أطفاله عند عيلة مسلمة وما عجبوا هيدا الشي يعني هني بقولوا خطف أطفاله أخذ أطفاله وراح على بولونيا قدم لجوء إنسان يونيك حكمت المحكمة ببولونيا إنه رفقا للقانون رابط الدولي يعني بحقوق الإنسان رابط 8 إنه هل هو خطأ هالأطفال ينوضعوا عند أسرة مسلمة لأنه هو من عائلة مسيحية وبحقه يحتفظ بأطفاله بالبيئة اللي هني من أساسها فهون أنا بطالب إنه معلش نحنا أكترية اليوم أكترية أطفالنا هني المسحوبين المهاجرين المسلمين نحنا لا فيه أي رعاية لهيدا القانون الأخير الإخوات بنوضعوا بعيد عن بعض ما فيه إخوات قليل ما عم بتلاقي الإخوات مع بعض كل واحد بمكان عب يفقدوا أي تواصل اللغة لغة الأم حتى إذا بيصير فيه مقابلة مع الأهل ممنوع تستخدم لغة الأم بدك تحكي باللغة السويدية أو بيكون فيه مترجم بالحالات اللي ما بيقدروا يحقوا اللغة السويدية تترجم يعني هايدي نحنا منشوفها أنه أنتو هون ما عم تتركوا أي شي لهوية هيدا الطفل يعني الطفل حتى اللغة اللي هي أبسط الحقوق أنه حقه واحتفاظه بلغته الطفل بعد سنتين ثلاثة عم بيفقد هيدا الشيء نعم وهيدا شيء خاطئ وبحب نوه على كمان يعني طلقت الطفل نرجس هلأ على وسائل الإعلام من يومين مسحوبة صلى أكتر من سنتين عم تقول أنا انسحبت كانوا مثلا أنه ما حفوت بإدعاءات أنه مثلا فيه عنف بالبيت أو فيه تشديد عليا عم بتقول هني سحبوني لحمايتي وضعوني عند عائلة حاضنة سويدية تم اقتصابي وتحرشي فهون أنتو كيف كيف حمتوني أنتو ما حمتوني أنتو أزتوني وهيدا شيء شكل يومي عم نسمع فيه الإطفال اللي عم تتعرض للإقتصاب للعنب للجوع لكتير إشي عم تتعرض فيها فهما عم بيصير فيه حماية بالعكس الطفل بس يخرج من العائل اللي تبعوله عم بيتأذى أكثر المشكلة في القضية دكتور حسام أنه ليست أعداد قليلة منظمة السوسيال نفسها تقول أن معدل وسطي في كل عام خمسة وعشرين ألف طفلا يسحبون من أهلهم ويوزعون على عائلات بديلة أو في مراكز دور رعاية يجب أن تزيد من السبب ثم هؤلاء الأطفال يربون وفق معايير أخلاقية وثقافية مختلفة عن بيئتهم أي نتائج يجب أن ننتظرها من هؤلاء على المدى المتوسط والبعيد يعني لا نتحدث بلغة إنشائية يعني كارثية النتائج كارثية طبعا ولكن هناك غياب كيف كارثية يعني غياب للمعايير أولا لا يوجد نمط قواعد أخلاقية خاصة بالأطفال لأنهم منتزعون يعني وفي عائلات أخرى هذه بالدرجة الأولى لا يوجد انتماء أيضا وهذه نقطة أيضا مهمة جدا الآن أنا أرى بعض الأطفال نحن غير المتدينين ليست مشكلة يعني ليست مشكلة التدين ولكن هناك إصرار على تميع كل حالات الانتماء والارتباط بالدرجة الرئيسية قيمة العائلة تنتهي أصبحنا نرى اليوم سابقا كنا في سوريا نقول وأخيرا الحمد لله خرجت من النظام السوري وأصبحت في أمان الآن نرى على اليوتيوب وعلى الصفحات وسائل التواصل الاجتماعي وأخيرا خرجت من السويد وأخيرا تقلصت من السويد يعني هناك قسوة أكثر في سوريا برامين ومتفجرات هنا تخريب هنا قتل النفسي وهناك قتل الجسدي جسدي وقتل لمشاريع أجيال مستقبلية أسوأ يعني حقيقة نعم طيب أعود مرة أخرى يبدو أن لديها كلام أستاذ زينب يعني بعض آراء بعض العرب والمسلمين هناك وسأترك لكي مجال التعليق لكن ألتمس من الضيفين الكريمين الاختصار لأن الوقت أدركنا هناك بعض العرب والمسلمين تقول أن المشكلة ليست في القانون في حد ذاته وإن كان هناك مشكلة لكن ثمت جزء آخر من المشكلة وهو جهل العرب والمسلمين بالنواحي القانونية في السويد وعدم قدرتهم على التعامل معها كيف تعلقين؟ لا بعلق أنه أنا قبلت الكال وأنا بحب ذكر معنش اللغة العربية ضعيفة لأنه أنا شبه خلقاني بهديك البلد اللغة السويدية عندي طبعا أقوى لو كنت اللا عم بحكي هاشرح بالتفصيل وبطريقة قدير أحسن وحتى قبلت السويديين بقولوا لك أنا سويدي 100% حافظ القانون بطقن القانون والقانون لا يطبق يعني لو حتى هني منهم عارفين القانون حتى السويديين اللي فايتين بمعي السوسيال بيقولوا لك القانون لا يطبق رغم أنه أنا بفبارك القانون شو هو حتذكر أنه حتى أنا لأنه هو كان عم بيحكي الدكتور حسام أنه مظبوط كلامك مثلا تيجي بتقول القانون بس الدكتاتورية اللي أنا كمان عشتها كشكل شخصي لما أنا عمري ما كان عندي أي بلاغ من السوسيال ولا أي تحقيق وعايشي وفعالي وبيشتغل وعندي أطفالي ولا في أي شيء بس لما أنا ظهرت بالمظاهرات وبلشت الوسائل الألام تحكي عنها بكبير فكان أنا أول الاتهامات ضدي أنه أنا مثلمة متطرفة ولا أرتدي الحجاب فكان من بعض ضغرب بلاغات القلق سريا لم نعرف من مين قدمت ضدي وأطفالي أنا فهون سؤالي أنا أنا أطفالي لن نحكيين قدام أستاذ معلم أو روضة أو شيء أنه هني عم بيتلقوا العنف السوسيال طبعا أخذ قرار فوري بفتح تحقيق ملف على أطفالي مع الشرطة بشكل فوري طب لاش مين قدم هيدا البلاغ فهون كمان برجع بذكر أنه حقوق الإنسان وحق الطفل كمان ومش مرة فتح تحقيق ومرتان ولا زال لحد هلأ خرجت أطفالي لسلامتهم لأمانهم لأنه أنا اليوم عم شوف أنه بتهدد بأطفالي سحب أطفالي ليش؟ لأنني عم بحكي بهالموضوع أنا دايماً بحب شدع شيء دايماً ما بقول بدي تغيير القانون بقول القانون حلو بس ما بدنا القانون يطبق بدنا القوانين تطبق طيب هذه نقطة الآن يعني تحدثنا عن وصف الإشكاليين دعونا نتحدث عن وهنا مع الدكتور حسام عن الحلول برأيك إذا ما ابتدأنا بالإطار أو الدائرة الكبرى هل يمكن أن الدول العربية والمسلمة بصيغة ما أن تؤدي دوراً في الضغط على الحكومة السويدية لإعادة النظر في هذه القضية؟ لا أعتقد لماذا؟ لأنه أعتقد آخرهم أهم الدول العربية والإسلامية لو كانت مهتمة أساساً ما كانت دول لافظة لأبناءها إذن وللمواطنيها يعني الدول التي تحرم وتقمع الحريات وتقمع سبل العيش كيف ستدافع عنك وأنت مهاجر هارب من حكومة إذن ثمت مستويات أخرى ترشع يعني ربما أنا أعول لحد كبير على استمرار الاعتصامات أنوه على مطالبة حقوقيين ومختصين نفسيين وأجتماعيين بتوضيح ضرورة وجود فوارق يعني بالمجتمع وأيضاً يعني مثل الأستاذ الزينب والآخرين من الناشطين برفع تقارير لمنظمة حقوق الإنسان المختصة أو اليونيسيذ حتى يتم الضغط على السويد بهذا الإطار السويد لن تتراجع إلا إذا كان هناك قرار صادر حتى لو صدر لأنه غير ملزم لكن أعتقد يعني أنا أخشى وأعتقد أن هناك أن السويد تربي داخل بلدها جتوات وقنابل موقوطة في المستقبل ستقضي عليها مراكز قوة تقصد طبعاً من المهاجرين حتى من السويديين يعني لأن العملية هي أنا بتصوري يعني كختام العملية هي عملية شركات ليس ختم سأعود إليك ستعود إليه تمام مع ذلك حتى أرجع إليك لكن دعني أذهب مرة أخرى لو أذنت لي دكتور سيدة زينب يعني من الصور المشرقة في الموضوع أن هناك حراكاً في السويد وامتد إلى خارج حدود السويد هناك حملات شعبية وآخره حملة أوقفوا خطف أطفالنا ما مدى فعالية هذه الحملات في لجم هذه الحدة في التعامل مع أطفال العرب والمسلمين في السويد طبعاً أنا عم شوف بالعكس هاي دي الحملات كتير منيحة الإيجابيات اللي طلعت منها ع وسائل إعلام حتى الأطفال المسحوبين يعني اللي فيه غسيل دماغ كمان فاقوا عم بيشوفوا شو عم بيصير وعم بيقول لك لا مزبوط لأنه فيه كتير مثلاً من وقت الساحب كتير يعني دائماً بشكل استمراري بتقوله للطفل لا أهلك غير قادرين أهلك ما قدريني ربوك أهلك ما بدون إياك فبالعكس شفنا أطفال صارت تطلع والطالب بحقوقها والطالب بالرجوع لأهلية شفنا كمان حالات هناك فريق من المراقبين يعني حتى العرب والمسلمين في السويد يقولون بأن كل هذه التظاهرات والحملات ليست ذات بال لأن القانون لا يعالج إلا بالقانون فالتظاهرات لن تجدين نفع نعم أوصلنا رسالتنا لكن ماذا بعد ذلك؟ لا شيء لما نشوف بعض من الحالات مراكز السوسيال يرون أن الضوء مسلط عليهم وفي حالات كانت معنا ورجعوا أطفالهم لإسكاتهم فنشوف حالنا أنه نجحنا لما نشوف أنه جرائد السويدية والصحف السويدية صاروا بشكل دائم يكتبوا عن الاختراقات والإختصابات وانتحارات الأطفال بالإيبو والعوائل الحاضنة أنا بشوف أنه لا هذا كان شيء كثير فعال وإيجابة ولازال مستمرين وحنكمل تنوصل للتغيير غير ما يشير فعلا هذا كلام جميل أستاذ زينيب لكن قبل قليل ذكرتي بأن الإيبو الذي هو مفترض أن يكون مؤسسة رقيبة على السوسيال ذكروا أن 67% بحسب ما ذكرتي من الحالات فيها تجاوز على القانون لماذا لا يستفيد العرب عبر تكتلات حقوقية قانونية سياسية من هذه الخروقات الموثقة رسميا وبالتالي تدفع بها نحو المحاكم للحصول على القرارات بإخلاء سبيل هؤلاء الأطفال ما الذي يمنع؟ نحن عم نشتغل على هذا الإطار وعلى الأمم المتحدة أما المحكمة الأوروبية فيه هون شغلة تختلف أكيد كل هيدول الأهالي كمان سوف تقدم للمحاكم الأوروبية وعن يقدمه لكن المشكلة هنا بالمحكمة الأوروبية لا تلغي قرار فقط تعطي غرامة وتعقيب يعني مثل ما صارت بالسويد وصارت بالنروج يشوفوا أن دولة السويد والنروج يخترقوا بسحب الأطفال حق الإنسان وحق الطفل لكن لا تلغي القرار الذي لمحكمة قديته أحب أن أعود إلى السؤال الذي كنتم تنقشوه قبل أنه كيف فينا نغير وبلادنا تغير فيه الفيلم الذي نزل فهو أسرة حقيقية الهند الذي نعمل اسمه ميس شاترية في اس نوروي الأسرة الهندية التي سحب أطفالها في النروج هنا بالعكس شفنا الهند كيف قدرت تتأثر عن النروج وترجع أطفال هذه المرأة فدايما يرجع بشد أنه لا 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 نريد أن نضيع الأمل بنداء من هنا بلادنا قادرة تشد هيدا الشيء والطالب بالقوانين والطالب بهيدا الشيء لكن يقول لك يقول لك الدكتور عفوا أستاذ زيني بيقول لك الدكتور وألتمس منك يعني الإجابة بأقل من دقيقة يقول لك الدكتور أي أمل تعلقين على دول بحسب ما قال هي التي لفظت هؤلاء وتخلصت منهم في دول لازال هلأ ما في حروبات ولازال فعالة فبرجع بشوف إنه لو هالدول نقول إنه لاجم تدافع عن نعم وضحت الفكرة أشكرك يعني أدركنا الوقت بدقيقة دكتور معذرة تانية أنا ودقيقة ونصف تقريبا هل الحل ينبغي أن يكون من داخل السويد أم يمكن أن يأتي من الخارج لا من الداخل حصلا فقط أنا نوه على موضوع الفيلم أنا رأيته من حوالي فتاة قصيرة السينما مهمة الإعلام مهم نعم لكن وراءها حكومة هندية الهنود معظم الهنود الخارجين ليسوا مرفوظين يعني لديهم علاقات يعني مع الهند نحن خرجنا وعملنا قطيعة مع بلادنا التي هي حتى لو حاولنا العودة إليها فلن تعيدنا الحل يبقى في السويد من الجاليات العربية المسلمة من وجود جمعيات واستمرار الاعتصامات أنا أعتقد أن الأمر لن يحل وهذا ربما أعتقد يؤسس يعني أنا أتوقع خلال مرحلة قريبة جدا وجود أعمال عنف كبيرة جدا في السويد بسبب هذا الموضوع نعم يعني حقيقة أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام ختما مشاهدين الكرام أشكر ضيفية في الستوديو الدكتور حسام سعد أستاذ علم الاجتماع والشكر أيضا موصول لأستاذة زينب لطيف الناشطة الحقوقية والعضو في منظمة أطفالنا الشكر الأكبر لحضراتكم على كرم المتابعة في حراسة الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر